أهلا بحضراتكم من جديد ما فيش شك إنه الدولة المصرية تعمل بشكل كبير بحقوق المسلمين ويمكن ده تضح لنا من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والتشريعات والقوانين اللي ترجمت لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة ببرنامج كرامة وإنشاء دور رعاية خاصة بكبار السن وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق الكبار بالتعاون مع المجتمع المدني وغيرها من الخطط اللي تنفذت دعما لكبار السن خلينا نتكلم مع حضراتكم فيه قراءة وافية عن هذه الخطط الخاصة نستعرضها النهاردة مع حضراتكم مع ضيفنا لنوارنا في الستوديو دكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب صباح الخير على حضراتك صباح الخير كيف كانت هذه الخطط لمراعاة كبار السن لدعم كبار السن إلى أي مدى شايف أن الدولة المصرية تسير فيها الاتجاه الصحيح في هذا الشأن خلينا الأول نتكلم عن المسنين في مصر يعني نقدمهم كل التحية وكل التأدير اللي هم عددهم أكثر من سبعة مليون مواطن مصري من المسنين ويمكن وإحنا عادية نتكلم هنا دلوقتي نقول المسنين دول هم اللي هم يعني أحياء معنا دلوقتي هم اللي وقفوا في حرب تلاتهم سبعين ودافوا عن الدولة مصرية وهم اللي ساهموا مساهمة جبيرة جدا في بناء الدولة مصرية في ظروف قد تكون كانت ظروف صعبة جدا فهي تحية وتأدير لسبع مليون مسن مصري اللي هم اللي هم كل التأدير والاحترام ويمكن مصر يمكن كان دولة صباخة في التعامل مع المسنين من احترامها لكل الاتفاقيات والمعادات والمواصيق الدولية الخاصة بحق المسنين صحيح ايضا كان فيه انفراد للدولة المصرية ويمكن ان كان ليه شرف لي ان انا ساهمت فيه اعداد دستور مصر 2014 وان فيه مادة افردت للمسنين هي المادة 83 في الدستور واللي هي بتنص على ان الدولة ملتزمة بضمان حقوق المسنين الحقوقي الصحية اقتصادية اجتماعية ثقافية طرفيهية وفي نفس المادة ان هي تتضمن لهم معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة نعم ونفس المادة ايضا ان هي تدمجهم في الحياة العامة واما الدولة تخطط الحكومة تخطط المرافق طراعي ظروف المسنين وان هي تشجع منظمات المجتمع المدني في رعاية المسنين دي المادة 83 من الدستور يمكن ملاعلى كده وطبعا توجيهات من فقرامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة يعني ان هي اعدت مشروع قانون لحقوق المسنين يتمشى مع المادة 83 من الدستور والمشروع قول الحكومة فعلا تقدمت هذا القانون بالزبط 29-29-21 للبرلمان يمكن دولة رئيس مجلس النواب سوى الشرحان في جباله احاله اللاجل التضامن والأسرة وزوى الأعاقة وتم احالته ايضا لمجلس الشيوخ لانه من القوانين المكملات والدستور وهذا المشروع قانون مشروع قانون متميز يعني بفعلا بيأكد على اهتمام مصر والحكومة والدولة المصرية والرئيس بالمسنين يمكن مشروع قانون المقدم من 12 مادة يمكن مادة فيها من الأول بتحدث عن التعريفات بنعرف من هو المسن وعرفنا المسن اللي هو سنه يعني 65 فيما فوق اكثر يعني 65 فاكثر فهو المسن وبدأنا نتحدث عن المسن الاكثر احتياجا لان فيه مسن فين كن تبعى ظروفه الاجتماعية والمالية والاقتصادية والمالية متميزة او عنده اسرة موجودة فدبعا ده كل التقدير وكل الاعترام انما احنا بنركز اقصى على المسنين الاكثر احتياجا تحدثنا عن دور الرعاية من كده فيه صندوق رعاية للمسنين من ضمن القانون ده باب من ضمن ابواب الاثناشر لانا كلمت عليهم من اتكلم عن المسنين المسنين يعني نضمن ليهم ده مبادئ عامة حياة كريمة في المعاش في المسكن في الملبس في المأكل من هيئة الرأي العام للتعامل مع المسنين عن طريقة ثقافة لان المجتمع يتعامل مع المسنين بطريقة يعني متميزة دكتور طلعت يعني خلينا نكون يعني اكثر تقارب من هذا القانون او مشروع القانون يعني الذي بصدد الموافقة عليه في مجلس النواب تحديدا اين كنا من حقوق المسنين في الماضي وماذا سيضيف هذا المشروع القانون طبعا هيضيف امور كثيرة يعني على سبيل المثال وليس على سبيل الحاص احنا النهاردة وبدأت فعلا الدولة المصرية فيه برنامج مثلا تعيش اللي هو تكافل وكرامة تكافل وكرامة والجزء الخاص بكرامة هو معنى بيئة المسنين احنا النهاردة عندنا اربعة وستة من عشر مليون يتمتعوا ببرنامج تكافل وكرامة المجتمع الاهلي اضاف لو التحالف الوطن العامل اهل التنموي اضاف ستمائة الف اسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة ده بالنسبة للحماية الاجتماعية بالنسبة لرعاية المسنين فيه رعاية نفسية ده ما كانش موجودة احنا النهاردة من ضمن القانون هيؤكد على ان احنا يتعامل المسنين يتحملهم جلسات للرعاية نفسية لان طبعا تهيأة لان المسنين ما بيطلع يقترب من سن المعاش او سن ال65 بيبدأ يصاب بحالات اكتئاب حالات نفسية احساس بالمستقبل فكرة ده كان ليه دور فائل في المجتمع ومرة واحدة بيلاقي نفسه تقعد على المعاشة ايضا ان احنا القانون الجديد حيدمجهم في الحياة العامة هنشجحهم ان يعملوا جمعيات اهلية هنشجحهم ان يدخلوا في حزاب سياسية ايضا المسنين ما كنا في المرافق العامة ما كانش براعا المسنين كنت تلاقي مثلا مكتب معاشات في الدور التالت لا حيبقى بكلام من كده مكتب معاشات التأمنات حيبقى في دور الاولى طلع دور الرعاية ده برضو جزء كبير جدا ويهم جدا كبار السن الملف ده فين من القانون الجديد وايلا حيضاف يعني خاص بهذا البن باب من ضمن الابواب حيبقى دور مععاية حيبقى هذا دور يتم يعني بسلوب علمي توفر فيه كل الامكانيات القوى البشرية اللي فيه هتبقى قوى مدربة هتوفر فيه كل الخدمات الصحية الخدمات النفسية يعني دور حيبقى دور مؤهل جدا مش هيسمح بيه منه هو دور وخلاص لأ دور مؤهل تماما يعني متميز فيه كل الخدمات فطبعا ده موجود والترخيص ليه مش هيبقى بسهولة هيبقى ترخيص من وزارة الطوام الاجتماعي بشكل معين على اساس نضمن ان يكون يدي يعني جودة عالية للمسنين ايضا خدمات الصحية احنا طبعا فيه حالكوا عارفين ان فيه امراض بتصيب المسنين فبدأنا نتفكر فيه كليات معينة بتخروا بتطلع درسات معينة وبتطلع ابحاث معينة وبتطلع يعني دبلومات وماجستير فيه امراض خاصة بمسنين امراض النفسية يعني وفروا رعاية صحية يعني لو تأمين صحي الشامل هيغلطيه ممكن افخد الدولة ايضا فيه من ضمن الاتاحة هنوفروا في المواصلات المواصلات العامة يركب مواصلات عامة بتخفيض محترم ايضا هنوفر له ان هو عايز نادي مركز شباب يعني يعني يمشي او كده يمارس اي نوع من الرياضة هنوفرها له برضو بتخفيضات كبيرة قد تكون مجان نعم نزول ملاقظة السياحية ايضا ان احنا هنوفر له كمان يعني الرفيق يعني فيه بعض المسنين بيحتاج رفيق عشان يمشي معاه ويوصل ده دكتور طلعت فيما يخص الرعاية تحديدا والمنظومة يعني الخاصة به الرعاية لكبار السن لكن هم خبرة لا يستهن بيها تمام ويمكن احنا عندنا مثلا بيقول اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة وهم لديهم باع في الحياة سواء كانت السياسية والحياة العامة زي بيتم تمكنهم ويدمجهم سواء كانت في الحياة السياسية وايضا في الجماعيات الاهلية تحديدا للاستفادة من خبراتهم المترقة ده بالفعل زي بيقول تمام كلام دقيق جدا احنا طبعا بنعتمد اعتماد ليس بالقليل في التطوع يعني استراتيجية الوطنية التطوع التطوع لا يعني الشباب فقط التطوع تعني كل اطياف المجتمع المصر وزي ما حضايك بتأكد ان احنا النهاردة يعني السن اللي هو 60 او 65 او حتى 70 ده بيبقى قادر وعنده عطاء وعنده خبرة تراكمية لفترات طويلة فاحنا بيستفاد به في المجتمع المدني بالذات الجامعات الاهلية لانه بيت خبرة لانه بيبقى طبيب مثلا وعنده 70 سنة انا هستفيد به وعنده فن القيادة كمان طبعا وقيادة ويعمل اجيال جديدة وخاصة ان الاجيال القديمة يمكن كانت طلعت بشكل قوي جدا وهي عندها خبرات مترقمة في الاحزاب السياسية فعندهم رؤية عندهم فكر سياسي عندهم معلومات كل هذه المسائل لا مراعا فيها لانه ليس قصة انه هو ساب الوظيفة الحكومية او خلاص انتهت الامور بالعكس لا الامور ابتدأت انه يقدر يحياة جديدة والمجتمع يستفيد منه اكبر استفادة ده فعلا موجود ويمكن احنا عندنا في الجامعات الاهلية عدد ليس بالقليل في كتير من الجامعات الاهلية لان انت عارف حركة الجامعات الاهلية تأسسة سهلة جدا عشر افراد يستطيعون يأسسوا جامعية فمجموعة من اصحاب المعاشات بيطلعهم او المسنين بيطلعهم بيعملوا مجتمع بيعملوا جامعية اهلية ويستطيعون ان هما هل في خريطة تشريعية دكتور لاشراك المجتمع المدني وادماج المجتمع المدني في كل ما يخص رعاية المسنين وتشجيحهم على الاستثمار في ده طبعا هو التشريح هنا حضرتك ان احنا بنشجع القانون المصري قانون تنظيم العمل الاهلي 149 يعني فعلا نشجع كل المواطنين ان من حقهم ان هم ينشئوا جامعيات ونوسطة اهلية وانك المدى خمسة عميات من الدستور قالت للمواطنين حق تكوين جامعيات ومؤسسة اهلية على اساس ديمقراطي وتحصل الجامعية الشخصية على تبريه مجرد الاختار وتمارس الاهلية جامعية يعني جامعية الاهلية بحرية تمارس عملها بحرية طبعا المسنين لهم دور كبير جدا وانا بطمئ حضرتكم انهم متواجدين في الحياة العامة ووجودين في المجتمع المدني بشكل قوي جدا يعني انا معظم جامعات الاهلية انا بقشف ان رئيسة اهلية عامل جامعات الاهلية واندينا اكتر من 40 الف جامعية على مسؤول مصر عدد ليس بالقليل منهم من المسنين ان احنا بنرغبهم في هذه المسألة ومنتشجحهم ان هم ينضموا لأساس ان هي قوة فعلا قوة كبيرة جدا وقوة لا يستهان بيها وخبراتهم في الحياة خبرات تراقمية رائعة ويستطيع ان هم يشدوا الاجال الصغيرة ويدربوهم ويعلموهم احنا عندنا حتى في البرلمان مجموعة من الخبراء او المعضاء القدامة او الاعضاء الكبار السن لهم خبرة كبيرة جدا ويدعموا الشباب ويشجعوهم ويديهم خبراتهم القديمة دي مساء الغاية في الاهمية صحيح طيب دكتور طلعت يعني هنا احنا اكلمنا عن اهم ملامح القانون من وجهة نظر حضرتك كتشريعي وكبرلماني لكن كرئيس الاتحاد الاتحاد العاملي الجماعيات الاهلية اكيد فيه دور للمجتمع المدني تحديدا والجماعيات الاهلية لرعاية المسلمين طبعا يعني المجتمع المدني لها دور مهم جدا انه هو نمر واحد ان احنا طبعا اما بنساهم ونشجع المواطنين وخاصة كبار السن ان يعملوا جماعيات ومؤسسة الاهلية فطبعا ده دور سيبقى غاية في الاهمية ايضا حنساهم مع الحكومة جنب لجنب في اقامة دار الدار الخاصة سأنا هنا عفوا يا دكتور مش بتكلم على فكرة انشاء الجماعيات الاهلية للاستفادة بخبرة يعني كبار السن انا بتكلم ماذا تقدم الجماعيات الاهلية لكبار السن تقدم مثلا احنا ضر الرعاية انا毎نا عدد ليست في قليل من الجماعيات الاهلية بتقييم ضر الرعاية للمسينين وتقيم ضر رعاية للمسينين ويقوم بتبقى بالمجان في كاسيم الاحيان وده منتشر على مستوى الان وطبعا ده يعني سيغ جيدة جدا عدد ليست في قليل من الجماعيات الاهلية ومنه التحالف الوقت عامل اهل التنموي بيقدم مساعدات نقدية وعينية للمساعدين الاكثر احتياجا دي برضه المجتمع المدني حيساهم في ده بعض الجامعات الأهلية بتساهم بأن يتوفر لهم رفيق اللي هو يبدأ يشوف أعمالهم ويخلصتهم طلباتهم ويديهم الدعم التقني والدعم الفني عندهم مشاكل قانونية المجتمع المدني بيساعد فيها بنوفر لهم في بعض الأماكن وسائل المواصلات يعني المجتمع المدني شريك بقوة جدا والجامعات الأهلية شريك بقوة جدا خاصة اللي احنا فعام 2222 هو عامل المجتمع المدني ونتمنى يبقى في عامل المسنين برضو المسنين بقولوا حقيقة دي شريحة قوية جدا من المجتمع ولهم أفضل علينا ولهم أفضل على الدولة وإنهم قدوا أعطاء كبير جدا وبرضو احنا قلنا عشان القانون يعني حقيقة اتكلمت على الصندوق احنا عشان نقول الاستدامة لأن كتير قوي من القوانين عندنا بتصدر وما بنيجي بقى في البرامج والأنشطة التنفيذية بيلاقي ما فيش تمويل ودي كان بتبقى عقبة وصد عدد ليس بالقليل من القوانين القانون هنا راع أنه فيه باب خاص بسندوق لرعاية المسنين السندوق ده له تمويل جيد جدا المجتمع كله هيشارك في تمويله الدولة هتساهم في تمويله اللي يبقى فيها نوع من أنواق التمويل أننا مش حاوصل لمرحلة أننا حاجة للوزارة من الوزارات أقول له دي الخدمة دي المسنين هيقول لي والله أنا إمكانيات مادية غير قادرة مثلا بقول له والله من خلال السندوق عندي مسن أكثر احتاجة محتاج عمليات كبيرة محتاج 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 أقدر أساعده محتاج لتمويل نقدي فكرة توفير الدعمة لازم لكل الإمكانيات المادية لازم نعشين القانون يأخرق للنور ويترجم إلى برامج وأنشطة تنفيذية لابد أن يكون له تمويل وتمويل جيد أكيد هيترجم ده دركه في مجلس النواب ونضم صوتنا كمان لصوت حضرتك في أمنية حضرتك بأن يكون العام القادم عام 2023 هو عام للمسنين لأننا نرى اهتمام رأس الدولة بهم ويكلهم كل الاحترام والتحية التقدير وعرفان لما قدموه خلال مسيرة العطاء الخاصة بهم صحيح ومستمرين بذلك المستمرين وعندما أقول آخر كلمة المسنين هو الوالد والوالدة الجد والجدة ونحن نكرم بهم هم أهلنا صحيح هم نكرم بهم نحن نكرم بضعفانا وقد يكون في مخدمة ضعفانا هم المسنين نحن نكرم كلنا كدولة وكناس بهم ودعوة واحدة منهم قد تغير القدر طبعا ونحن يمكن بصراحة الدولة دي ببراجتهم موجودة فإن شاء الله يعني كلنا من خلال هذا البرنامج المحترم نتمنى إن شاء الله أن يطلق العام القادم ودائما الرئيس دائم دائم للمصر كله والأب لكل المصريين هو اللي دعم الشباب ودعم المرأة ودعم زوء الأعاقة وآخر حاجة عامنا عشرين وعشرين مجتمع المدني إن شاء الله عشرين وعشرين عامل المسنين يا رب إن شاء الله هتكون هتبقى هدية للمسنين وإحنا كلنا بنشكر الفيادة السياسية ويكوننا بالتزامن مع إصدار القانون بنشكر حدرتك دكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجماعيات الأهلية وعضو مجلس النواب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة